اشتركوا في القناة لأنه تلاحظ في هذه المدة الأخيرة أنه الإنسان يستعمل عبارات مشينة عبارات غير أخلاقية في أي تصرف أو في أي رد فعل فلو أننا استعملنا الأخلاق لأنه كما قال ألبي كامي الرجل بلا أخلاق هو وحش تم إطلاقه في هذا العالم أنا ما عجبتني لفكرة ديالك وتنقش معك في الفكرة ولكن من ميطح المستوى ديالي ونصبح أنني تستعمل عبارة الشتم والسب والتجريح وهناك من يستعمل كذلك العبارة أنه تمشي ويجبد أو تتحدث عن العائلة ديال الشخص اللي ما تفاهمش معاه الأم دياله والأب دياله والأولاد دياله بأنعت وأقبح النوعات والاتهامات لأن الأم ديال الشخص والأب والأولاد ما عندهم تعلاقة بالتصرف ديال هذك الشخص اللي ما عجبتك كنا نمشي وندافعوا على قضية من القضايا كيف كان النوع ديالها فقط نكون نتسم بالأخلاق لكي نوصلوا للفكرة لكي نقنعوا الطرف الآخر ونستعملوا نفس الأساليب للتصوير والكذب اللي تستعملها ذك الطرف الذي قضيته لا يؤمن بها فهذه نجيب على سبيل المثال القضية ديال الصحراء هي قضية مبدئية ما فيهاش النقاش لماذا نخرج الآن في وقفات والمدهرات ونزيد نأكد على أن الصحراء مغربية الصحراء مغربية هذا النقاش شلينا لكن نطرح مسائل أخرى أنني ضد الحرب أنني ضد التفقير أنني ضد التجويع ديالسكان أنني ضد الإهانة ديال المواطن أنني ضد الخرق ديال المواتق ديال الأمم المتحدة يكون الأسلوب ديال الفضح الآخر أسلوب علمي أكاديمي لأنني لا بغن أن ترافعه على القضية الوطنية أو أي قضية من القضايا فخص الذي سيترافع يكون عنده واحد لمستوى أكاديمي يقنع الآخر أنا كمغربي ما تقنعيش في مغربية الصحراء أنا مسألة لا نقاش فيها ولكن تقنع الفرنسي في فرنسا الإسباني في إسبانيا الإيطالي في إيطاليا الهولندي في هولندا البلجيكي في بلجيكا النمساوي في النمسا الأسيوي في أسيا الأمريكاني في أمريكا الأسترالي في أستراليا أقنعه بالحجاج والأدلة العلمية يكون عندي إلمان بالتاريخ ديال الصحراء لأنه التاريخ ديال الصحراء ليس هو العيون العينية وصوت الحسن ينادي فأنكم تتردون كأن القضية الصحراء قضية ديال الشطيح والرديح والغيطة والطبل الأخطاء التي ترتكبت منذ 1975 وقبل 1975 هي اللي جعلتنا أننا وصلنا إلى هذا المأزق الحالي لأن الطرف الآخر تستعمل جميع الوسائل ديال المظلومية ديال أنه تم استعماره ديال أنه تم التعامل معه واحتقار دياله كأنه ليس إنسان نحن لم نستعمر أحدا أتكلم عن الدولة لكن في إطار الترافع سنكون عندنا الناس اللي تترافعوا الناس في المستوى الأكاديمي العلمي مع احترامات الإخوان والأخوات اللي هما في العمل الجمعوي اللي هو المستوى ديالهما شي شي مستوى اللي غد يمكن أنه يتناقش في المدرزات ديال الجامعات في دول الإقامة يتناقش في البراميج التلفازية في دول الإقامة فنكون نوعا ما ونخدم شي حاجة للعقل وباركة من العاطفة بالعاطفة ما غيمكن لنا نسوط تلك شي حاجة العقل الإنسات للآخر التعامل مع الآخر بالأخلاق الأخلاق ما عجبك الجماريان وما يقول جماريان فأجي تناقش مع جماريان فيما يقوله ولكن ما تحرفش جماريان بالإشاعات والأكاديب والهواتف والمساجات والحضر في المواقع أجي تناقش معي وتناقش معك وقنعني ونقنعك وفي الأخير صافحني وأصافحك رغم أننا في زمال كورونا ما يمكن الناس أن تصافحوا ولكن تكون لابتسامة 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 ومن المغربة العالم التي لديها لديها بزولة و لا تريد أن يسخها بها طبعا لا تتحرك بزولة لأنها صعبة لأولد لابتسامة تتحرك بزولة لأنها تكون مقصفرة أما بالعكس الإنسان الكبير والبزولة والبزولة والدعم والمساندة من طرف الدولة والسفارات والقنصوليات لأن كل واحد يختفي ويختبئ ومتبغيش أنه يبان في الواجهة لأنه معدناش المحاسبة على المسؤولية المحاسبة معدناش هذا الذي نتأسف إليه لو كانت المحاسبة لو كانت الشفافية لو كان الوضوح كنا أننا سنقفز خطوات إلى الأمام لكن من يتكلم بالحق ومن يفصح عن الحق فإنه تلسق له اتهامات ديال الخيانة ديال الانفصال لكن العكس هناك من لا يحب الحقيقة والحقيقة مرة لهذا فعلينا أن نتسم بالأخلاق وإنما الأمم الأخلاق إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا اشتركوا في القناة